موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية والبداية بأبرز عنوينها موسيقى عشية الفاتح من نوفمبر الشهيدات قناديل أضاءت الثورة التحريرية موسيقى موسيقى وبعد عودة الربط مئة جيجا إضافية في تدفق الأنترنت قريبا موسيقى دوليا وفي جنوب السودان الحروب القبلية متواصلة وإجبار معتقلين على أكل رحوم بشرية موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى التفاصيل شكلت المرأة عنصرا أساسيا في الثورة التحريرية فكانت سندا قويا للزوج الأخ والابن هن فتيات أردنا أن يكون حفل زفافهن مميزا أن يكون بطعم آخر حولنا مواكب الأفراح إلى جنائز واستبدلنا الطرحة بالكفن لتزف ملائكة السماء أو لتزف ملائكة السماء عرائس الفردوسي النعيم إلى مواطن الفداء والشهادة أردنا أن يتعلم منهن العالم معنى الرجولة وتحولنا إلى تيجان توضع فوق هامات الأحرار والشرفاء ويكفي أنهن سجلن أسماءهن في الخالدات بأحرف من نور الشهيدة زيزا مسيكا واحدة من قناديل الثورة لنتعرف عليها في هذا البورتري زيزا مسيكا واسمها الحقيقي سكينة زيزا عرفت بشجاعتها وبطولتها خلال فورة التحرير نالت شرف الشهادة في 29 أود 1959 حين قامت بعملية استشهادية ولدت في 28 جنوبي 1934 بمروان بولاية باتنا تبعت تعليمها بين باتنا واصطيف لأن تحصلت على شهادة الباكالوريا في سنة 1953 تبعت دراستها العليا رفقة شقيقها بجامعة مونبوليي ثم عادت لمسقط رأسها والتحقت سنة 1956 مع زميلتها مريم بوعتورة وليلا بوشاوي بصفوف الثورة كممرضة وغيرها من عرائس الثورة التحريرية عرفت الشهيدة تومسيكا بشجاعتها البطولية إلى أن سقطت شهيدة في سبيل الله والوطن في 29 أود 1959 أخذت ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر أبعاد خطيرة وضعت مكونات المجتمع أمام مسؤوليتها الأرقام تتزايد والجزائريون يستيقظون على وجع وألم طفل وطفلة أخذته أياد موسومة بالإجرام فهل فرضت الموت على أتفالنا؟ حالة من الرعب والخوف حطمت أسوار الطمأنينة ودخلت بيوت الجزائريين بلا استئذان إنه الاختطاف الظاهرة انتشرت في المدن كما في الريف البراءة تختطف والكل يتفرج قد يكون الاختصاب أو سرقة الأعضاء أو الانتقام سببا في رحيل البراءة وتدمير الأسرة جهود المصالح الأمنية لم تتوقف للحد من انتشار الظاهرة التي أخذت أبعاد خطيرة وأخذت تنخر كيان المجتمع الجزائري الأرقام الخضراء للشرطة 1548 و1055 للدرك الوطني لم تتوقف رنتها إلى أن الظاهرة تتوسع لتصل إلى عمق المجتمع كما للجانب الديني دورا بارزا في توعية مختلف شرائح المجتمع وتحسيسهم ففي الجزائر اليوم لا حديث إلا عن الطفل آمين يانيش لا زال محل بحث أين يكون وما مصيره بين أياد الإجرام فأطفال الجزائر كلهم آمين فهل تستفق الضمائر وتمح غبار الجريمة؟ الأمل في العثور على آمين وغيره من المختطفين سيظل قائما وستسقط حتما أياد الإجرام وإن تعددت الوسائل واختلفت الأغراض فالقلوب لا زالت تنبذ كما ينبذ قلب آمين إلى قطاع التربية تسجل العديد من المؤسسات التعليمية نقص المختصين النفسانيين ما أدى إلى تفشي ظاهرة العنف المدرسي ظاهرة أضحى تعيق العملية التربوية بعد استفحالها بشكل رهيب في الأدوار الثلاث مختصون دقوا نقوس الخطر تعد المتابعة النفسية للتلميذ ضرورة حتمية في تنمية جهاز الإرشاد المدرسي في المؤسسات التربوية حيث يساعد على تحسين الأداء البيضاغوجي من خلال تدعيم القدرات والمهارات لدى التلميذ كما يقلص نسبة العنف الذي طال المدرسة الجزائرية وبصورة مخيفة جدا رفقت التلاميذ النفسية عن طريق المتخصصين النفسانيين في المؤسسات التربوية أصبحت حتمية لا رجوع فيها لأن الوضعية النفسية للتلميذ تساعده على التحسين المعرفي 100% لأن خارج المدرسة قد يتعرض التلميذ إلى التعنيف الأسر بكل ما فيه من طلاق ويتمن وعنف في الأسرة وصقل إلى آخره وأرجع مختصون اجتماعيون أسباب نقص المرشدين النفسانيين في المدارس إلى الوظيف العمومية الذي أهمل هذا الجانب مطالبين بضرورة فتح مناصب مالية لحاملي شهادة لصنص في تخصص علم النفس التربوي أقول للوظيف العمومي لا بد أن يتفضلوا بفتح مناصب مالية للمتخصصين في علم النفس التربوي لأن المناصب الناقصة ووزارة الطبية الوطنية ما زالت تطالب بفتح مناصب في علم النفس التربوي وبالرغم من الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية الوطنية إلا أن مشكلة نقص المتابعة النفسية للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية تبقى تهدد المصارى الدراسي للتلميذ أمنيا وفي إطار حماية الحدود ضبطت وحدات الجيش الوطني الشعبي أمس ثلاثاء ست أجهزة كشف عن المعادن وحجز أزيد من 1200 لتر من الوقود و700 علبة دواء بجنوب وغرب البلاد بالإضافة إلى مولد كهربائي ومطرق ضاغطة العملية تمت وفق بيان لوزارة دفاع الوطني بعينجزان بإقليم ولاية تمنرس أما بإقليم ناحية العسكرية وبتحديد بتلمسان فقد تم حجز كمية من الوقود تقدر ب1260 لتر كانت مواجهة لتهريب كما تم إجهاض محاولة تهريب أدوية تقدر ب766 علبة قرب شريط الحدودي بالقطاع العمليات للوادي أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجية الاتصاله دائما فرعون عن تجسيد مشاريع لتحسين خدمة الأنترنت خاصة ما تعلق بتدفق بداية من سنة 2016 كما كشفت أنه سيتم تعوض الزبائن بسبب العطب الأخير بمنحهم ستة أيام ربط مجاني بالأنترنت أمينكوشا والمسيد بلغت خسائر اتصالات الجزائر بعد الخلل في الكابل البحري الرابط بين عنابة ومرسيليا 100 مليون دينار يوميا حسب ما تم تأكيده خلال الندوة الصحفية التي نشطتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هودا إيمان فرعون أولا كان تفكير في زيادة الضريبة على الاستيراد الهواتف الذكية وعلى استيراد الحواسيب هي في الحقيقة مش زيادة التسعير رح نرجع الضريبة رح نرجع الضريبة العادية لأنه في وقت سبق كان فيه تخفيض للضريبة يعني الناس كلها رحي مقتنعاب اللي صح الانترنت والانفورماتيك يعني شيء مليح وشيء حضاري متطور الدولة عندها الحق ترجع الضريبة لصقفها القانوني وتم التأكيد على انطلاق أشغال الخط البحري وهران فالنسيا الذي يمتد لأكثر من 550 كيلومتر مطلع نوفمبر القادم على أن يدخل حيز الخدمة سنة 2017 ننديب روشان ان شاء الله يورا البرميار ريانيان لانسمون البروشي مع البرتنير اترانجي الانتربيزة رياليسي وقومة نوفمبر كما أكدت وزيرة القطع عن نية الوزارة في أعادة النظر في أسعار اشتراكات الانترنت في المستقبل القريب التي أكدت أنها ستعرف تخفيضات تدريجية مستقبلا انقاذ الحياة هو انشغالنا لنتبرع بدمنا شعار الحملة الوطنية الرابعة لتبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم والوكلة الوطنية للدم للدم الحملة التي ستدوم أربعة أيام تهدف إلى تجسيد روحي التضامن وتعزيز العمل الجواري بين مختلف فئات المجتمع نادية معزوسة أكثر من عشرة آلاف كيس دم من كل الفصيلات تم جمعها في مختلف المراكز والهياكل الأمنية خلال الحملات الثلاث الأخيرة لهذه السنة هذه الحملة الوطنية لتبرع بالدم نسهم فيها منذ ما يزيد عن ثمان سنوات وفي كل مرحلة إلا ويتكون الاستجابة منتسبة الأمن الوطني هادفة وقوية هي عملية عادية نقوم بها بفخر واتزاس لأنها تصب في أحد أهم قضايا الوطن والمواطن ألا وهي الصحة المبادرة لقت استجابة كبيرة بين أصحاب البدلة الزرقاء على اعتبار أن التبرع بالدم يساهم في إنقاذ حياة المرضى هذه المبادرة نقوم بها في كل مرة جيناك كي نحاول أو ما نعاون أن أخوتنا هذا اللي محتاجين الدم يعني هنا نكون سباقين والأوائل كي نقوم بهذا نعرف أهمية هذه هي العملية هذه فيما يخص الدم أولا وقبل كل شيء التبرع على الشرطة الشرطة هم مواطنين ينتمون الدولة الجزائرية وأبناء مواطنين الجزائري يعني هو مواطن جزائري قبل ما يكون شرطي لذا دايما الخدمة تعود تكون الصالح العام وخدمة للوطن ودخلت الحملة الوطنية للتبرع بالدم موسمها الثامن حيث برمجت على خمس مراحل جاري تنظيمها منذ مارس المنصرم في حوادث المرور سجلت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من العشرين إلى السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري مائتين وثلاثة حوادث مرور على مستوى المناطق الحضارية أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص وجرح مائتين وتسعة وثلاثين آخرين حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني هذه الحصيلة تظهر انخفاضا في عدد حوادث المرور مقارنة بالأسبوع الماضي بسبعة وعشرين حادثا وعدد الجرح بأربعة وثلاثين جريحا كما سجل تراجع في عدد الوفيات بحالة واحدة ويبقى العنصر البشري حسب البيان المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بأزيد من تسعين بالمئة في التضامن انطلقت مساء أمس الثلاثاء من ولاية البيت قافلة تضامنية تحمل مساعدات إنسانية لفائدة لاجئين الصحراويين المتضررين من الفيضانات الأخيرة متابعة ليوسف خذير حلت بمدينة البيت قافلة الهلال الأحمر الجزائري محملة بمساعدات مواجهة للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف فيما وصلت من ولاية المدية حيث استقبلت من قبل السلطات المحلية والأجهزات الأمنية القافلة جاءت من ولاية المدية متوجهة إلى مدينة تندوف ونحن تقدم مساعدات إنسانية تتضمن هذه المساعدات من أفرشة، أغطية، مواد غذائية، خيم المواد هذه رح تتوجه للشعب الصحراوي اللي هو في نكبة للدولة الجزائرية رأي وقفة على الأمر هذا ونحن كولاية المدية واحدة من الولايات المشاركة ورأنا في ولاية البيض متجهين إلى ولاية تندوف وبعد فترة راحة بالبيض دامت لأكثر من سبع ساعات أكملت القافلة طريقها متجهة إلى تندوف في الوقت الذي باشرت فيه مختلف الجمعيات بالبيض وعلى رأسها الهلال الأحمر الجزائري وضع آخر لمسات لمباشرة العملية التضامنية مع الأشقاء اللاجئين الصحراويين الاخوارهم جاءوا من الولايات المدية حاملين معونات لإخوانهم في الصحراء الغربية بمشاركة سكان ولاية البيض ونشكرهم على الاتفاة الطيبة لهذا السكان الذي أصابتهم الفيضانات ونشكر سلطات المحلية لمدينة البيض هذه العملية التي ستشهد نقل كمية معتبرة من المواد الغذائية والأدوية والأفرشة والأغطية بالإضافة إلى عدد من الخيم إلى مخيمات تندوف ومن هناك إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين قبلت باستحسان كبير من قبل كافة فئة المجتمع البيض نظرا لما يكنه من محبة وتضامن مع ما يعيشه الأشقاء الصحراوي دوليا من الأراضي الفلسطينية وفيما تدخل انتفاضة السكاكين شهرها الأول شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة طالت 26 فلسطينيا الزميل أمين بورح لا يفصل في هذا التقرير كعادتها اقتحمت قوات الاحتلال الصحيوني فجر اليوم مدينة الخليل واعتقلت 15 مواطنا على الأقل وفتشت منزلهم وفي مخيم العروب اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد مداهمة منزلهما كما اعتقلت سبعة مواطنين من القدس بينهم سيدتان وأطفال وفي عصيلة جديدة فدنات الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين من محافظة الخليل تجاوزت 300 معتقل منذ بداية شهر الحالي وبعيدا عن الأراضي المحتلة قل الرئيس الفلسطيني محبوظ عباس خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جونيفا إن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948 نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسته المزيد من الأخبار الدولية متفرقة من العالم جمعتها لنا الزميلة رميساء ماكسين مختصرة في هذه العجالة مختصرتنا الدولية نبدأها من إيران حيث أعلن تناطق باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم الأربعاء أن وزير الخارجي محمد جواد ظريف سيتوجه في نهاية الأسبوع إلى فيينا للمشاركة في المحادثات إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والسعودية وتركيا بشأن الملف السوري وغير بعيد عن الأزمة السورية حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الإرهابيين يساغلون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كقاعدة لتدريب مقاتلين جدد قبل إرسالهم إلى مناطق أخرى إذا عزعت الاستقرار هناك في تركيا اقتحامت فجر الأربعاء قوة الشرطة مقر قناتي بوغين تيفي وكانال تيرك في اسطنبول وحاول الموظفون منع أفراد الشرطة من دخول المكاتب لكن هؤلاء تمكنوا من كسر البوابات الحديدية وقطع البث الهواء المباشر للقانتين وإلى النمسا حيث لا يزال أكثر من 14 ألف شخص من اللاجئين والمهاجرين ينتظرون المرور على الحدود النمساوية السلوفينية فيما تمكن حوالي ألفي شخصا دخول النمسا أما في جنوب السودان فقد اكتشف محققون في الاتحاد الإفريقي مقابر جماعية جنوب البلاد كما أشاروا إلى ارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين بما في ذلك إجبار معتقلين على أكل لحوم البشر تفاصيل أكثر مع زميل أمين برحلة مرة أخرى ذكر تقرير للمحققين صدر مساء أمس أن الصراع على السلطة في جنوب السودان الذي بدأ في ديسمبر 2013 نتج عنه عملية قتل منظمة من قوات الحكومة بحق مدنيين وجنود قبليين وخلص محقق الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس النجري السابق لوسيغو أوباسانغو إلى أن الصراع أدى إلى قتل واعتقال المئات من رجال قبيلة نويرا كما أفاد تقرير أن جناتا عذبوا ضحاياهم وأجبرهم على أكل لحم بشرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبتحديد نيويورك أين يحتضن متحف المهاجرون صورة نادرة التقطها المصور الأمريكي الشهير أوغست شيرمان في عام 1892 لأحد الجزائريين الأوائل الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصورة تظهر رجلا بملامح سمراء داكنة مرتديا الشاش على رأسه وبرنوسه الأبيض وصل هذا الجزائري الذي لا يعرف أحدا اسمه في عام 1892 بعد ست سنوات فقط لإفتتاح رسمي لتمثال الحرية الشهير في 28 أكتوبر في الرياضة وعن جديد فضائح الفيفا أكد سويسري جوزيف بلاتيرا الموقوف مؤقتا عن رئاسة الاتحاد الدولي أن الولايات المتحدة الأمريكية أثارت الأزمة داخل الفيفا بعد خسارتها أمام قطر شرف تنظيم مونديال 2022 وقال بلاتير في مقابلة سحفية أنه كان على قناعة داخلية بأنه سيجري تنظيم المونديالين في أكبر قوتين سياسيتين في العالم وأوضح أن كل الأمور كانت تسير على نحو جيد حتى يشمع رئيس الفرنسي نيكولا ساخكوزي مع الشيخ تميم بن حمد الثاني الذي كان يتولى منصب ولي عهد قطر أنذاك بهذا مشاهدين نكون قد أنهينا نشرتنا إليكم تذكير بأهم ما ورد فيها عشية الفاتح من نوفمبر الشهيدات قناديل أضاءت الثورة التحريرية اختطاف الأطفال الرعب القادم من المجهول وبعد عودة الربط 100 جيجا إضافية في تدفق الأنترنت قريبا دوليا وفي جنوب السودان كما تابعتم الحروب القبلية متواصلة وإجبار معتقلين على أكل لحوم بشرية تقبلوا تحياتي والفريق العامل معي صهر ممتعة مع بقية برامي جينوميديا في أمان الله اشتركوا في القناة